اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من شراكة استراتيجية في العديد من المجالات وحرص المملكة على مواصلة تعزيز ما وصل إليه التعاون الثنائي من مستويات نحو شراكات أكثر رسوخا بما يحقق التطلعات المشتركة والنماء والازدهار للبلدين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم مجلس إدارة جمعية النساء الأمريكيات الجديد برئاسة السيدة إميستروب حيث أعرب سموه عن تهانيه لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على ثقة أعضاء الجمعية في انتخابهم ممثلين لأكثر من مئتي عضو في الجمعية وتمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في مواصلة تحقيق أهداف هذه الجمعية التي مر على تأسيسها أكثر من خمسة عقود حيث أشاد سموه بجهود وإسهامات جمعية النساء الأمريكيات العامرة بالعطاء والإنجاز منذ تأسيسها وحتى اليوم والتي انعكس أثرها على المجتمع في العديد من المجالات شاكرا لمجلس الإدارة وكفة أعضاء الجمعية هذه الروح الوثابة التي تضع نصب عينها مصلحة المجتمع وتعزيز أواصر المحبة بين أفراده عبر ما يتم تقديمه من دعم لهم ونوه سموه بما لجمعيات المجتمع المدني وخاصة الممثلة للدول الشقيقة والصديقة من دور في توطيد علاقات مملكة البحرين مع هذه الدول وخلق جسور جديدة في مسار العلاقات الثنائية من جانبه أعربت رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية النساء الأمريكيات عن شكرهن وتقديرهن لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء وما حظي به مجلس الإدارة من حفاوة واستقبال مؤكدين تقديرهن لكل مضامين حديث سموه خلال اللقاء وثنائه على أعمال الجمعية والتي ستكون دافعا لهم لمواصلة العطاء بكل حب واعتزاز حتى الوصول للتطلعات المنشودة متمنين لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار اشتركوا في القناة